تحول جديد في خطاب الرئيس الأوكراني فلودومير زيلانسكي الذي لا طالما دافع عن سياسة الناتو والغرب في فرض العقوبات على روسيا دون الدخول في مواجهة مباشرة زيلانسكي اتهم الناتو بالتخلي عنه بعد رفض الحلف طلبه بفرض حظر طيران فوق أوكرانيا وأكد زيلانسكي أن سلوك الحلف يعني ضمنيا منح الضوء الأخضر للقوات الروسية للقيام بمزيد من القصف وارتكاب مزيد من الجرائم وفيما اتهمت موسكو الغربة بسوء النية في فرض عقوبات تهدف لتغيير النظام داخل روسيا شدد المفوض الأعلى للشئون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل على أن العقوبات المفروضة على روسيا هدفها تغيير سلوك النظام وليس تغيير النظام لم يتم تفعيل العقوبات ضد روسيا من أجل تغيير النظام هناك لقد نشأت هذه العقوبات بسبب الحرب والغرض منها إضعاف الاقتصاد الروسي لجعل موسكو تشعر بثقة لعواقب ما تفعل ولتعزيز موقف الأوكرانيين في المفاوضات المقبلة لن نطلب من الرئيس الأوكراني لاستسلام ولن نطلب منه مغادرة كييف ولن نطلب منه عدم القتال الأمين العام لحلف الناتو ينسي ستولتنبيرغ دافع عن قرار الحلف برفض حظر الطيران وأكد أن تلك الخطوة ستعني توسعة دائرة الحرب لتشمل عدة مدن أوروبية وسيتبع ذلك وقوع مزيد من الضحايا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أيد قرار الحلف مؤكدا أن أعضاء الحلف قد قرروا منذ البداية عدم دخول حرب مباشرة مع روسيا وأن التدخل بفرض حظر طيران فوق أوكرانيا سيعني احتكاكا مباشرا مع موسكو ومن ثم توسعة دائرة الحرب يأتي هذا بينما نشرت وزارة الدفاع الروسية مقاطع مصورة لقواتها تحرس جشرا قالت إنه في محيط العاصمة كييف كما تقدمت القوات الروسية بأنحاء أوكرانية عدة في ظل فشل الجولة الثانية من المفاوضات بين موسكو وكييف